ما عليش والله عندي سؤالين جمان يا شيخ والله نشيد تكميلة الآية الملائي قالوا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك قال إني يعلم ما لا تعلم يعلم ما لا تعلمون حلو تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء والله من يوم ما سألتها إلين هذا اليوم أحاول أفكر فيه ولمن أروح في المشايخ يعني قل اللي تلاقي واحد يتدبر القرآن كلها تفاسير وأسباب النزول عشان كده سؤال يا شيخ كيف الملائكة عرفوا أنهم هم يعني الناس الناس البشرية بيسفك الدم وينشروا الفساد يا بعيد دقاء شوف سؤالك جميل وليك إجابة أجمل بكثير أوعدك بس خلك على الخط لا تفصل لأننا عندنا فاصل آذان المغرب وراجعين لك خلك على الخط بالرحيق العلم والإيمان مراد مراد أيها السلام عليكم وعيكم السلام كان سؤالك أتجعلوا فيها ما يفسدوا فيها ويسفكوا الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدسه لك صح؟ تمام أيها وقلت كيف الملائكة قبل خلق آدم لأن الله يقول إني جاعم في الأرض خليفة فقلت كيف قبل خلق آدم علموا الدماء جميل وقلت أنا ما اقتنعت في الأجوبة المشايخ وأسباب النزول ما اقتنعت أريد تقنعني أيها زين بس ألك سؤال من أول خلق الجنة والنار أم آدم الجنة والنار أحسنت لأن الدليل آدم خلق أين في الجنة طيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول حفة الجنة بماذا بالمكاري أيه صح وحفة النار بالشهوات بالشهوات شو يعني الشهوات يعني الشهوات الزنا القتل السرقة كذا صح والمكاري الصلاة الصيام صح حتى قال جبريل لما حفت قال لن يدخل أحد صح من علمة الملائكة سيأتي إنسان جزاؤه إما جنة ونار الجنة يستحق بماذا انفعل المكاري صح الصلاة وصيام وكذا ويستحق النار انفعله بالشهوات ليلقتل وكذا والفساد فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسف كدما اقتنعت ايو الله سبحانه الله ايو الله الام اقتنعت ايو الله الله يشكدك يا شيخ امين